ينقض الأسبوع الأول من يناير الحال وما تزال المحوقات التي يصطنعها الانتقالي في طريق اتفاق الرياض تحول دون تنفيذه على أرض الواقع فيما تتعلق آمال اليمنيين بنجاح الاتفاق بآخر قشة في مساحة الوقت الضائع وكان اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في الخامس من نوفمبر الماضي حدد الخامس من يناير 2020 الحد الأقصى لاكتمال تنفيذ الاتفاق وفق آليات التنفيذ المزمنة وهو ما تم تجاوزه دون تنفيذ الحد الأدنى على الأقل الانفلات الأمني داخل العاصمة المؤقتة عدن وتهرب المجلس الانتقالي من استحقاقات الاتفاق والعمل على جر الوضع إلى مزيد من التصعيد والاحتقان هي ما يراها مراقبون العوائق الأبرز على طريق تنفيذ الاتفاق الذي كان بمثابة قارب نجاة للجميع وكلما مر الوقت دون ما حسم الملف الأمني والعسكري من الاتفاق عانت عدن والمحافظات الجنوبية مزيدا من التدهور الأمني وما يتبع ذلك من تدهور في شتى المجالات الاقتصادية والخدمات المعيشية وبقدر ما يمثل اتفاق الرياض بارقة أمل لليمنيين في سده ثغرة صراع مقلق ومربك لأداء الشرعية في المناطق المحررة تبرز مخاوف من أن يفضي عدم تنفيذ اتفاق الرياض إلى مزيد من التصادم والعنف خاصة في ظل إصرار ميليشيات الانتقالي على إفشال بنود تطبيع الوضع عسكريا وأمنيا وإزاء هذا الوضع يعول اليمنيون من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الراعية لاتفاق الرياض والضامن لتنفيذه اتخاذ كل ما من شأنه إنقاذ الاتفاق المتعثر وإلزام الأطراف المعرقلة بتنفيذه لا سيما بعد انقضاء المدة المزمنة بلا أثر ملموس على طريق التنفيذ وأرض الاتفاق